لذلك أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن التصعيد الحالي في قطاع غزة هو إحدى تبعات القضاء على العملية السلمية والانقلاب على مسار أوسلو وصعود لليمين الإسرائيلي وخلال مشاركته في حوار المنام الذي تصدفه مملكة البحرين أكد أبو الغيط استحلت ما تسعى إليه سلطات الاحتلال من خلال الاحتفاظ بالأرض في كل فلسطين والحصول على الأمن والسلام في ذات الوقت واتهم أبو الغيط اليمين الإسرائيلي بتدمير أي احتمالات للسلام وإضعاف الشركة الفلسطينية وحضيرا من عواقب تكرار جولات التصعيد مستقبلا كما نبه الأمين العام لخطورة الأفكار التي تروج لتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار مشددا على أن هذا الخيار يمثل وصفة الفوضى وعنف وعدام استقرارا طويل الأمد في الشرق الأوسط بأسره